تصعيد عسكري جديد في مدينة الحديدة قد ينذر بتوسع العمليات العسكرية على نطاق واسع في المحافظة هذا التصعيد وبحسب الناطق باسم عملية تحرير ساحل الغربي والضاحة الدبيش ليس خروقات للهدنة بل هي حرب مكتملة الأركان من قبل ميليشي الحوثي حد وصفه وقال الدبيش في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط أن التصعيد الحوثي استهدف مواقع القوات الحكومية في محوط شارع الخمسين ومجمع الصالح ومجمع إخوان ثابت بالإضافة إلى قصف مواقع في مديري تحيس والتحيطة وتأتي هذه التطورات المتسارعة بالتزامن مع الجولة الجديدة التي بدأها المبعوث الأممي لإحياء جهد السلام المتعلقة بملف الحديدة إلا أن هذا التصعيد لم يثر حفظة غريفث أو ربما يصبح الحديث عن ذلك نوعا من التغريد خارج السرب رئيس اللجنة الحكومية في لجنة إعادة الانتشار صغير عزيز قال إن اجتماعا مرتقبا بين اللجنة ورئيس الفريق الأممي لولاسغارد سيعقد الأحد القادم مؤكدا أن الاجتماع لن ينواقش أي أجندات إلا بعد الاتفاق على آلية تنفيذ التحقيق الثلاثي وفق مفهم العمليات العسكرية والتأكد من الانسحابات وإزالة الألغام والمظاهر العسكرية فجوة كبيرة بينما يتحدث عنه رؤساء اللجان والمسؤول الأمميون وبينما يمارس على الأرض من تصعيدا عسكريا كبير يتعذر معه التواصل إلى اتفاق عمليا يضع حلا نهائيا لمحافظة الحديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة